موسيقى مجزو الأخبار مشاهدين الكرام من قناة من القاهرة أهلا بكم يترأس اليوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور عدد كبير من الوزراء لمتابعة الملفات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا بشأن توصيات منتدى شباب العالم بتدريب الشباب العربي والإفريقي كما يبحث مدبولي اليوم أيضا مع سفير اليونان بالقاهرة التعاون المشترك رحب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف إحداث قيمة مضافة وضخ استثمارات جديدة جاء ذلك في كلمته بمؤتمر الشراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص حيث أشار الوزير إلى ضرورة تشجيع الأفكار المبتكرة لجذب المزيد من الاستثمارات لفتا إلى أن الوزارة تسعى للشراكة مع القطاع الخاص في صناعة السيارات لفتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة والمساهمة في المشروعات بحث كل من وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار ووزير الرئي محمد عبد العاطي ووزير الزراعة عز الدين أبو ستيت بحث سبول التعاون المشترك في تعميم استخدام نظم الرئي الحديث في الزراعة حيث تم بحث التعاون بين الوزارات في مجال تصنيع وتطوير الألات والمعدات الزراعية الحديثة الاعتباد على الأساليب المستحدثة في رئي الأراضي الزراعية لترشيد استخدام المياه تصديف إيطاليا اليوم مؤتمرا بشأن ليبيا بهدف دفع خطة الأمم المتحدة الجديدة لتحقيق الاستقرار بعد فشل مبادرة لإجراء انتخابات الشهر المقبل تأمل إيطاليا أن يساعد المؤتمر في الضغط على الأطراف الليبية لتجوز الانقسامات في وقت تخلى فيه مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة رسميا عن خطة غربية لإجراء الانتخابات العامة في العاشر من ديسمبر كسبيل لإنهاء الصراع هناك أعلن الدفاع المدني الأردني العثور على جثمان طفلة المفقودة في منطقة الهدانة بعدما جرفت السيول أفراد عائلتها في منطقة الوالة في محافظة مأدب جنوب عمان وكان الدفاع المدني قد دشن حملة مكثفة تضمنت أكثر من خمسمائة رجل إنقاذ بمشاركة من القوات المسلحة والأمن العام والدرك الوطني في عمليات البحث عن الطفلة المفقودة ليرتفع عدد ضحايا الطقس السيء بالأردن إلى ثلاثة عشر شخصا استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الرئيس العراقي برهم الصالح الذي جرت له مراسم استقبال رسمية في قصر الرئاسة بأبوظبي وتأتي زيارة الصالح في إطار جولته الخليجية بعد زيارته للكويت تلبية لدعوات رسمية وجهت له من قادة وزعماء عدد من دول الخليج العربية في إطار جولة هي الأولى له منذ توليه منصبه ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات الهائلة في كاليفورنيا إلى تسعة وعشرين شخصا أكد المسؤولون في شمال كاليفورنيا أن مئتان وثمانية وعشرين شخصا لا يزالون في عداد المفقودين كما أسفرت الحرائق عن تدمير سبعة ألاف منزل هذا فيما توصل عناصر الإطفاء محاولاتهم لإخماد الحرائق ختاب الموجز مشاهدينا الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا